مستهل المسائية بقضية أستاذ التعليم الابتدائي الذي يتابع في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في قضية الاقتصاب والتحرش بأكثر من عشرة من ثلاميذه بجماعة سيد علي بإقليم الراشدية القضية تتير عددا من التساؤلات منذ ظهور تفاصيلها الأولى بداية شهر الرمضان الحالي وفي انتظار استكمال الاستنطاق التفصيلي بمحكمة الاستناف بالراشدية نتابع هذا الروبرتاج لعبد سمد الطعام ما تزال قضية رجل التعليم المشتبه فيه باغتصاب أطفال حديثا سعى بتفروت على بعد 230 كم جنوب الراشدية قبل الواقع كان بيت الأستاذ مفتوحا في وجه ساكنة الدوار فضحات السيد خرج من عنده واحدة دري ومعه شي صرف اللقدر يالعشاد درام سووله لبنة ديال الدرب قالوا أهلا أعطاك هذا الشيء كامل قالوا له هما درلي هما درلي وفشت فضحة القضية سولناهم وكل واحد يسول ولده وكل واحد يقول له هما درلي هما درلي وليه كي يسهر لي ولدي لالعظمون عرفنا له إنه قاعدت الحاجة قال لي استددد لي هذا الشيء تقدم الأولياء بشكايات وبشواهد طبية وبمحكمة الاستناف بالراشدية أخذ عقاد التحقيق الضنين والمشتكيل لاستنطاق الابتدائية تشبث خلاله دفاع الضنين بالبراءة طبيعة الحال فصل 119 من الدستور ينوص على أن البراءة هي الأصل وأن مدام البراءة هي الأصل وهذه قاعدة آميرة من النظام العام حتى واحد ما يمكننا الآن نقوله هذك السيد راح ارتكب ذلك الجريبة أو ما ارتكبه مدام الأصل هو البراءة لحد الآن باقي بارئ حتى تقول العدالة الكلمة ديالة في الآخر وفي انتظار الاستنطاق التفصيلي للضحايا المفترضين وللضنين يتابع الأخير في حالة اعتقال